حالة من الغليان تسود الشارع الكروي المصري بعد الأداء المخيب لمنتخب الفراعنة والخروج من كأس الأمم الإفريقية من الدور الثاني الغريب أن منتخب مصر صعد إلى الدور الستعاش من دون أي فوز مكتفيا بثلاثة تعادلات أمام موزنبيك غانا والرأس الأخضر ثم خسر أمام الكونجو بضربات الترجيح في ثمن النهائي وبعد هذا الأداء الهزيل للمنتخب المصري انهالت الاتهامات على الجهاز الفني واللاعبين وأيضا على الاتحاد بأنهم سبب هذا الخروج القاسي من البطولة كما تعالت أصوات تنادي بتولي مدير فن مصري مهمة تدريب المنتخب ولكن اللافت كان بعض التغريدات القاسية التي طاولت المنتخب إن كان على مستوى اللاعبين أو الإداريين وطاولته بمفرادات وصلت إلى حد أن تكون نابية بعض الشيء محملة إياه مسؤولية كبيرة منها كان للمحامي بالنقض الأستاذ محمود عطي الذي هو معنا الليلة أيضا لمناقشة ما كتبه في تغريدته بينما سيكون معنا أيضا من القاهرة الناقضة الرياضية السيدة نجوة مصطفى أبدأ معك أستاذ محمود هذه التغريدة بما تضمنته من كلمات قاسية وشتائم مباشرة للاعبي المنتخب وصفتهم بالقذارة وصفتهم بالمرضى وصفتهم بالمعاقين وحذرت يعني كان هناك رسالة مبطنة يعني البعض ترجمها انتقادا للدولة استغلال هذه الهزيمة لتوجه سهامك وانتقاداتك للحكومة مش عارف يعني هذه التغريدة تدل على ماذا وهل يستحق أو تستحق خروج المنتخب من بطولة كل هذا الكلام بهذا الشكل مساخرة سستوني ومساخرة على سهل المشاهدين وعلى ضيفتك في الحقيقة زي كل الكلام والوصف اللي حضرتك وصفته ده كان غرضي من ما كتبته لان المسألة كلها يبدو ان السكة بتاعة كرة القدم وغيرها من الاتحادات في منحة اخر بعيدا عن الدولة فهل هناك مستفيدون من هذه الاتحادات وخاصة الاتحاد كرة القدم انا بسيت على الموارد والميزانية صحيح بيدفعوا ضرائب ولكن يبدو ان هم متشبعين بفكرة ان الفيفا بتحميهم لان لما نبقى في مزنوقين بهذه الطريقة ويجبوا لنا مدرب بياخد مبلغ معين كبير حوالي 220 ألف يورو ده كلام كبير ليه بتاع ايه يعني احنا بنعمل ايه وبعدين احنا ما عندناش اللاعبين الكفء لهذه الصناعة لما تيجي تشوف لماذا نجح محمد صلاح ماشاء الله عليه لانه لاعب يساوي ويوازي اللاعبين الذين اسمانهم بتعدل المئات الملايين لكن احنا ما عندناش حتى الدولة سايبة يا أستوني المال الأندية ده ومال الاتحاد ده مال عام سايبين الدنيا بايزة لعيبة لا تسوى ما تلبس من الملابس للاعب شارينه من نادي النادي داخل مصر ب70-80 مليون الله 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 ايه ده ايه ده بتاع ايه ده الكلام ده ايه ده ايه هذا السفا وايه الاستفادة اللي بتعود على الجماهير من هذا الكلام وللأسف ان بعض الجماهير او كثير منهم لو المستوى سيء وحصل فوز لهم يتغادوا عن هذا المستوى وهذا الكلام ويفرحوا بهذا الفوز فانا بخاطب الدولة بانتساويبين الناس دي ليه بيتفاعوا درايب اه بيتفاعوا درايب انا شوف لكن عليهم مدونية في عضو مجلس شعب قدم طلب عليهم حوالي خمسونة وستين مليون هل ممكن هل ممكن استاذ محمود ان تقول انه لاعبي المنتخب معاقين وهو فريق قمامة يعني الكلام انه هذا المستوى من الكلام يعني انه ما هو تبريره وبالتالي لو المنتخب فاز وكسب وتأهل او اخد كأس افريقيا كنت لتتكلم هذا الكلام اليوم اللي عم تحكي بهذه الطريقة نعم نعم لان من يشاهد ومن يعلم جمال كرة القدم يعلم انها اداء وانها فن وانها حرقة وانها صنعة يعني ما هي صناعة في العالم كله بقى صناعة بس احنا ما عندناش هذه الصناعة ما عندناش لعيبة كرة تستاهل هذا الكلام ازاي يا استاذ محمود يعني البلد اللي خرج محمد صلاح والنني وتريزي جي يعني ما بديش قعد عد الاسماء اللي مولتوا فيهم اكبر اكبر فرق الدوريات بالعالم بتقلي بتقلي ما عندناش هذه الصناعة اسمح لي اسمح لي محمد صلاح لم يصنعه احد غير ربنا سبحانه وتعالى هو مجهوده الفردي ولم يقدم له اي حد في مصر اي حاجة ولكنها تمحيك في محمد صلاح بيتمحكوا في محمد صلاح مصر بتتمحك في محمد صلاح لكن محمد صلاح محدش صرف عليه محدش دربه محدش علمه محدش ساعده يسافر كل ده بمجهوده الفردي ومحمد صلاح قطر خيره لما بيجي ولا حاجة بلده لكن بهذه الصورة وبعدين محمد صلاح معا ناس برا بتخدم عليه معا العيبة بتخدم عليه في نفس مستوى لكن عندنا العيبة بقول لحضرتك العيب ما يسواش الفنلة بينبسها خليني شوف رأي الأستاذة النجوة في ما كتب وفي ما قيل وفي ما حصل مساء الخير أستاذة نجوة أهلا من خليني أبدأ من كلام أستاذ محمود وهرد عليه في نقطة أولى لا يا أستاذ محمود أنا بعتذر منك لو كان المنتخب رجع بأمم أفريقيا حضرتك ما كنتش هتقول إن اللعبة دي معاقين ما كنتش هتقول إن خطط لعبنا كانت سيئة ولا تمتعنا كجمهور للكرة بل بالعكس كنت هتحملهم على الأعناق وهتدور بهم في مدان التحرير دي نمرة واحد نمرة اتنين أنا أسفة جدا منتخب مصر أكبر من أي اسم منتخب مصر اللي صلاح نفسه قال عليه أنا ينقصني فقط في تاريخي الحصول على بطولة قرية مع منتخب بلادي محمود صلاح كان حريص أكتر الحرص في قبل انطلاق البطولة إن ينم اللعبة ككابتن وقائد للفريد لتحفزهم للفوز بالبطولة تحديدا كمان يعني ربا على نقطة الدولة نقطتين برضو هرد على حالات فيهم فكرة إن اللعبة تسوأ أو ما تسواش الكرة عرضه وطلب لو من وجهة نظرك ما كناش هنشوف كريم بنزيمة رونالدو بيروحوا السعودية أو أندية في السعودية مثلا دي نص مليار دولار تمام مش هكوناش هنشوف الأرقام الكرة يا فندم عرضه وطلب دي نمرة تالتة النمرة الرابعة لا الدولة المصرية بتراقب الاتحاد الكرة سواء رقبيا سواء الفيفا الفيفا ما بيحميش حد بدليل أن اتحاد الكرة ده تم حله أكتر من مر فكلام حضرتك يعني أنا بشوف فيه بعض من عدم المنطق للأسف وتحفظ شديد آه ممكن اتفق معاك أن النتائج ما كانتش هي المرجوة ولكن احنا شوفنا منتخب الجزائر خرج من الدور الأول منتخب تونس خرج من الدور الأول منتخب السنغال حامل اللقب تمام خرج مبارح على يد كوتيبوار كنت هصدق حضرتك أن فيه تأثير أو 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 لو كنا خسرنا في الموتش احنا خسرنا بحاجة اسمها ضربات الحظ الترجحي اللعيبة قدوا اللي عليهم قدوا اللي مطلوب منهم طيب أستاذ نجوة أستاذ نجوة برأيك ليش أستاذ محمود كتب ما كتب شو الهدف من وراء ما كتبه بيروح المشجع ولكن في بعض من الإكساف أو التهوير أنا هو شكله مش مشجع ست نجوة هو شكله مش مشجع لأنه هو كاتب رغم أني لا أشاهد مباريات كرة القدر يعني هو هاجمه هو ما بيشوفش مباريات أصلا طب هم أنتقد إيه أنا مش فاهم يعني حارفه شفتك مقشاط وما شفتش اللعيبة وهي بتلعب ولا شفت قطة مدير فني فحارفه أنتقد إيه يعني أنا كنت أهدد أن كان فيه انتقاط ليه الرأي بيتوريا ليه في بعض المقشاط لن يجد كراءة المباراة بشكل جيد كان فيه بعض الخطأ في التهويرات الفنية أثناء سر المباراة كنت أستوعب ده ولكن خلينا برضو ما نظلمش بيتوريا لأن بيتوريا كمدير فني لم تطح له قامة معسكرات طويلة قبل بداية البطولة هو هناك حدا من المتابعة الرياضية كأني فهمت أنه بالعقد مع المدرب المصري ما في منه طلب كان أنه الحصول على بطولة أفريقيا أنه ما يهم هو التأهل لكأس العالم فقيل أنه هذا الموضوع كانت صغرة ونقطة ضعف بأداء المدرب أنه هو يعتبر أنه هو غير معني ببطولة أفريقيا كل ما هو معني به هو بس أنه يوصل لكأس العالم هل صحيح هذا الشيء؟ ما فيش حد يتعاقد مع اتحاد كورة بيتعاقد مع مدرب بيتعامل معه بالقطع يقول أنا عاوزك تجيب لي تصالح سلام وجيب ليش أمم أفريقيا ولو جبت لي أمم أفريقيا إيه دا لا 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 أنا مش هديك مكافأة علشان إحنا ما اتفقناش إن أنت تكساب لي البطولة دي أكيد طبعا ما فيش كلام يكون موقع الحاجة ذاكرة شكرا أستاذا نجو كلمة أخيرة مقتضبة بأستاذ محمود لأنه انتهى الوقت لا حاضر مقتضبة أولا أنا موضوع اللي أنا ما بصفرقش على الفعل لا بشوف بعض الأجزاء أنا أيها أيها مش بتبلى عليك يعني أنت اللي كاتب لا لا حضرتك بتتكلم صح أنا برد على الأستاذ أنا كوير قديم يعني يا أستاذ طوني أنا كتبت كتير وطلعت على شاشات أيام كاس العالم اللي فات ما كانش فيه المدرب والمهازر اللي حصل في كاس العالم لدرجة أن نلاعب من اللعيبة كان ممنوع أن اللعيبين يتقدموا بتصريح صحفية للإعلام اعترف بنفسه اعترف بنفسه وهو اللي ضيع ماتش السعودية هذا اللعب اعترف بنفسه أنه كان بيجيب اللعيبة في غرفته وبياخد على كل لعيب قد كده فلوس سمسرة أو عبولة أو حاجة ذاك إيه أنت يا حضرتك ارجعي لهذا الكلام هتوفي التصريحات محدش قاله أنت بتعمل إيه هو قصد حارس مرمى هو قصد حارس مرمى تم التداول بإسمه في هذا الموضوع بالذات هو قال ولكن مفيش أي حاجة ولكن أستاذ محمود مفيش ولا أي إثبات لا صوتي ولا صوري لأنه بيقول هيدا الكلام نقل عنه نقل عنه نمرة اتنين نمرة اتنين عشستوني اللي حصل في كاس العالم الأستاذ محمود نعم أنا بدي أتشكراك بعرف الوقت دايق بس أنا كنت هممني كتير هذا الموضوع شكرا لأستاذ نجوة كمان نجوة مصطفى الناقضة الرياضية شكرا لكم على هذا الحوار وعلى هذه المناظرة